اصدرت قمة المحيط الواحد وثيقة التزامات دولية تؤكد الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف الاستغلال المفرط للموارد البحرية ومكافحة التلوث وتخفيف تغير المناخ واعلن ممثل أكثر من مئة دولة من جميع انحاء العالم ويمثلون أكثر من نصف اقتصاداتها عزمهم على الحفاظ على المحيطات من خلال المساهمة في التزامات بريست للمحيطات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ختام القمة وقال ماكرون في كلمته إن الوثيقة تدعو إلى مكافحة التلوث البلاستيكي والصيد غير المشروع وحماية التنوع البيولوجي ووضع المحيطات في قمة جدول الأعمال السياسية العالمية ودع الرئيس الفرنسي إلى تقديم وعود وتعهدات واضحة وصارمة للحفاظ على الأنظمة البحرية وحماية البحار من التلوث لكي تتنوع الأحياء فيها وأكد أنه في عام 2022 سيتم إقرار المصير الخاص بالبحار مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة التلوث بالأخص التلوث البلاستيكي ومن جهته ركز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية كما أكد أن مصر ستلقي الضوء في قمة تغير المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات منخفضة الكربون وأهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ومن جهته دعا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيربي إلى أن يكون عام 2022 عاما محوريا لحماية المحيطات وأكد التزام الولايات المتحدة الكامل نحو مساعي المؤتمر والتزام بلاده بتوسيع نطاق العمل لتنفيذ جميع اتفاقيات قمة محيط واحد ومن جهتها أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندير لاين تحالف أعالي البحار بين الاتحاد الأوروبي ورئاسة الفرنسية مشددة على أهمية الدفع باتجاه معاهدة طموحة لحماية التنوع البيولوجي البحري في جميع أنحاء العالم وعبر تقنية الفيديو أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتراز أهمية التعاون بين العالم والسياسة قائلا نحن بحاجة إلى زيادة الدعم لعلوم المحيط حتى تستند أفعالنا إلى معرفة وفهم المحيط